فجأة لقينا لفتات في المطارية والأمريا بتقول لا لتجارة المخدرات وفجأة برضو في إحدى قرى كفر الشيخ طلعوا المصلين بعد صلاة الجمعة يقولوا لا للمخدرات وفجأة من يومين تقريبا في قرية من قرى الده أهلية طلقت رصاص ونار بسبب تجارة المخدرات المخدرات في مصر بقت على عينك يا تاجر مش غريبة لو لقيت نفسك ماشي في منطقة شعبية ان حد يسألك عن ناس يقولك طلباتك يا أستاذ اللي بيقولك طلبتك يا أستاذ ده واحد من الديلر اللي هم بيقولك على الأصناف اللي موجودة عنده الصورة دي بقت موجودة في مناطق كتير قوي مناطق شعبية في القاهر وفي المحافظات في الريف المصر اللي كان شوية بيحتفظ يعني بجزء من الأداب والقيم انهارت كل ده الناس صحية مبارح على طلاق رصاص كسيف في قرية الده أهلية إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إن فيه مواطنين شرفاء عندهم أرض مش عارفين يروا الأرض بتاعتهم مش عارفين يروا الأرض بتاعتهم ليه؟ لأن السادة تجار المخدرات اللي بقوا يتاجروا عيني عينك فيها كده مستخدمين الأرض دي وكر لتجارتهم فمنعين أصحاب الأرض إنهم يرووها طبعا معاركة شارسة جدا وإصابات والحد دلوقت لسه ما جابوش تجار المخدرات من كم شهر ضابط شرطة شاب قاوم هذه الفكرة فكرة التجارة في المخدرات فيه الده أهلية وللأسف الشديد استشهد على أثر ذلك ولسه تجار المخدرات في قرى الده أهلية ومش الده أهلية وبس في قرى كثيرة جدا أهلية جزيرة نشابة وجزيرة نشابة دي تبع الخططبة اللي هي تبع المنوفية فجأة لقوا كده بقى فيه طوابير إيه الطوابير دي مش طوابير عيش ولا فرق في الجمعية طوابير مخدرات أهلية القرية احتجوا على داع بعض صلاة الجمعة هتفوا لا لا للمخدرات للأسف الشديد تم القبض على عدد من اللي هتفوا لا لا للمخدرات واعتبروهم تجمهروا بدون إذن لسه التجار هناك لحد دلوقتي في المطارية والأمرية وجزء كبير من المناطق الشعبية الناس بدأت تستغيث يا جماعة المخدرات على الناصر المخدرات بقت موجودة في كل حارة لما ملقوش حيلة بدأوا يعلقوا لافتات لا للمخدرات لأنهم خايفين طبعا يخرجوا في الشارع قولوا لا المخدرات فيتم القبض عليهم لأنهم تجمهروا بدون إذن ونخش في سين وجيم وانتماء لجماعات وغير الجماعات في إحدى قرى الفيون نص حية الصبح لقت قتيل شاب من القرية قتل ووضع على وجهه ماء النار تم تشويهه تماما ليه؟ أخذ حصة من المخدرات وما دفعش فيلوسها فطلعوا التجار أتلوه لحد دلوقت اللي أتلوه والتجار عايشين وموجودين ومحدش أبض عليهم لما تتحول تجارة المخدرات إلى مسألة شبه شرعية للأسف الشديد لازم نخاف على أولادنا والناس اللي طلعت هتا في تؤالية للمخدرات في قرى مصر والناس اللي كتبوا لافتات وقالوا للمخدرات هم بيدقوا نقوس الخطر ويقولوا للدولة المصرية نرجوكم احموا أولادنا واحموا شبابنا من تجار المخدرات لو كان عندك تاجر مخدرات وخيف تبلغ عنه ابعت لنا على الخاص التفاصيل وإحنا هنتولى الإبلاغ عن كل تجار المخدرات اشتركوا في القناة